حساب حجم الغازات المول من أي غاز يشغل حجماً مقداره 24 لتراً في درجة حرارة الغرفة وفي الضغط الجوي وعلى هذا فإن 2 مول من أي غاز يشغل حجماً مقداره 48 لتراً وثلاثة مولات من أي غاز يشغل حجماً مقداره 72 لتراً وهكذا وبناءً على ذلك ففي التفاعلات الكيميائية تحسب كمية الغاز المنبعثة خلال تفاعل كيميائي من حساب عدد المولات المتكونة ثم نضربها في 24 لتراً مثال كم حجم كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق 1 مول من الهكسان؟ الإجابة حرق 1 مول من الهكسان ينتج 6 مولات من غاز ثاني أكسيد الكربون أي 6 ضرب 24 لتراً تساوي مائةً وأربعةً وأربعين لتراً